الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم وفي حلقة اليوم أحضرنا لكم تطبيق جميل جدا بل رائع يوفر عليكم الكثير من الوقت والجهد هذا التطبيق هو تطبيق جديد نسبيا وهو تاكس باند أولا نريكم عن كيفية عمل التطبيق فمثلا تريدون إرسال رسالة وكل مرة تريدون كتابة نفس الجيميل فما عليكم إلا كتابة نفس الجيميل والضغط لهذه الأيكونة وسيظهر جيميل بكل سهولة بدون كتابته كل مرة كذلك مثلا تاريخ اليوم معفى ما عليكم إلا كتابة التاريخ وسيظهر التاريخ اليوم تلقائيا من دون الحاجة إلى تذكره إذا نسيتم الآن ندخل إلى كيفية عمل هذه الخطوات بكل سهولة فمثلا سأرجع وأقوم بعملها هذه التطبيقات من جديد أولا نضغط على هذه في الأسفل هنا نكتب مثلا نريد كتابة التاريخ نكتب التاريخ هنا نضع أولا يكون هناك الأيام ومن بعدها للشهور وبعدها السنوات ونضع بينهم هذه هنا نكتب التاريخ مثلا هذه ننتظهر نضغط على الاختيار الأول والأخير ولعمل الجيميل مثلا نكتب جيميل هنا هنا نضع الجيميل الذي نريده مثلا هذا هو أي جيميل تريدونه هنا نكتب جيميل مثلا نختار الاختيار الأول والثالث وهنا إذا ذهبنا إلى الرسائل وكتبنا مثلا جيميل نضغط لهذه سيظهر الجيميل الذي كتبناه وهذه سيعطيكم وقت أكثر وسيساعدكم بالكتابة بسرعة بدون الحاجة إلى كتابة كل شيء مرتين وملاحظة أخيرة أنه يمكنكم كتابة اثنين في نفس الكلمة مثلا جيميل كتابة جيميل الثاني غير الأول مثلا هذا هنا جيميل أول والأخير توجهني إلى الرسائل كتبنا مرة ثانية جيميل سيظهر الاختيار لأنه يمكنكم اختيار ما تريدونه لكل سهولة اختيار أي جيميل تريدونه هذا تطبيق جميل جدا ومفيد هذه حركتنا لهذا اليوم تنسى الاشتراك في القناة والضغط على عليك إن أعجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته